حافظكم والرحمن واجعل جمعاتكم خير وامان السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد اذا ايكم عملين ايه رب وكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال ان شاء الله نشارك مع بعض النهار ده روتين يوم الجمعة كده من اوله لاخر اليوم ان شاء الله تستمتع في فيديو يا ريت كده كلنا نصلي على النبي في الاول اللهم صلي وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه وسلم تسليما كثيرا وتنسوش تحطوا كده لايك للفيديو عشان نتشجع بيكم وتدعمونا بتعلاقاتكم الجميلة طبعا بناء على رغبتكم او رغبة كتير منكم بحب فيديو روتين يوم الجمعة فان شاء الله نشارك كده آآ مع بعض اليوم نزلت طبعا عند حماديو وجهزنا لكده الفطار من بدري وكان عندنا برضو تسبيكة وعندنا كبد وعنص متعصجة دول يعني متجهزين قبلها بيوم آآ وهنا طيور بلدي متعلق عليها بط وز يعني وفراخ هنشوفها كده دلوقتي مع بعض آآ الخضرة بدأنا نخسلها كويس وينقاحف شوية خلو وبعد كده دلوقتي بنسلق ورق الخاص آآ هنعمى نهاردة ورق خاص الموردة فتكة عندنا كرومب بس الموردة بقى عندنا ورق خاص حلو بلدي كده ببقى حلو في المحشي فبندي لسلقه بسيطة جدا يدوب نغطه في مية سخنة ونطلع على مية برده على طول ما بنستناش علي كتير زي الكرومب وبعد كده الرز هنا هنبدأ نخسل برده كويس وينقاي من اي حاجة موجودة فيه هنا ورق الخاصة هو بعد ما طلعنا في حل كبيراك تفاهم مية آآ والطيور خلاص برده كده استوت قبل ما هنعنشي استوت على طول آآ الرز هنحط عليه الخضرة بعد ما اتخرطت واتغسلت طبعا كويس وآآ دي الصلصة او خلطة المحشي قاعدين بقى بنحشي وكان هنا حماية ربنا باركي وتول فعمر بيقرأ كده وبجهز كلمته عشان قبل ما يروحوا لخطبة الجمعة آآ وقعدنا بقى انا وعمتي وسلفتي آآ قاعدين بقى اي واحدة بتفصص لنا واحنا بنحشي بنعمل الخاص ده بنعمله حجبة ده احسن حاجة واسهل حاجة بصراحة لا الخاص ما بحبش ان انا عمله صوابع الصوابع كده بتلاقي الرز دبان منها وبتكونش مقفلة كويس آآ وبصراحة بستسهل قوي موضوع الحجبة ده بنستسهله وبنعمله بيكون اسهل ومتقفل عليه كويس جدا آآ فده احنا طبعا بنقطع للخاص شرائح من قبل ما آآ نصدقه يعني واحنا بنقطع الورق نفسه بنقوم سلطين الورق منفولة تحت كده عشان دبقى معانا شريحة بقى بنفسلها لما نيجي نحشي آآ بالشكل ده زي السنبوسك كده بالزبط بنحط حشوة الرز آآ في الاول كده ونقفل يمين في شمال في يمين في شمال كده زي موضح وبيتقفل عليه وبيكون اسرع بكتير آآ خلصنا كده هنا عملنا الحلة ده ونحط برضو معها آآ آآ هرنين فلفل كده يتعاملنا الموضوع آآ بس احنا عملنا الحلة دي بس آآ معها حاجات تانية يعني آآ دي الشربة بقى بتاعة الطيور طبعا تكون دسمة فنزودها ونزبط لها الملح بنزودها مية تاني ونزبط لها الملح من اللي نستخدمها آآ بفروم هنا كده طماطم هنعمل دلوقتي لسان عصفور آآ صواني آآ عملته قبل كده بس هنقوله برضو عشان الناس اللي عايز يعرف الطريقة بنحمر لسان عصفور بس بنحمر كزا كيس كده آآ يعني حطينا من ده كده اربع اكياس تمام وسعد بلا وهنعمل واحده بنكطر اكثر من كده حمرنا اربع اكياس كده في المادة دهنية ما يصر للون الدهبي هنبدأ ننزل عليهم آآ بالكبت والاونس المتعصجة او ممكن تعملها بلحمة مفرومة برضو بس القطع بيكون افضل هننزل بقى بعصير الطماطم يدوب كده بتاخد غلوة معاه آآ وبعد كده هننزل بالحاجة المتعصجة بالكبت والاونس المتعصجة ومتتبلة وهنزود بقى شربة او اللي هي مرأة يعني هنزودها بس بتزود بقى كمية حلو عشان السان عصفور ده كمية يعتبر كبيرة فهتشرب كل الكلام ده آآ فانا دلوقتي هحط كده كمية الشربة كتير وبينسيبها بس خمس دقيقة يعني اول ما تغلي بقوم تخفين عليه بعد ما نطفي كده بتسيبها بس عشر دقيقة بتلاقي السان عصفور ده شيرب كل الشربة المحتوطة ده عشان يعتبر هو آآ بيستوي كده دلوقتي تمام باحنا بنسوي كده بره وبعد كده هندخله في الفرن هو بدأ هو تشرب بقى في حاجة بسيطة فالصينية دي بقى نحطها كلها مرة واحدة ما شاء الله بتاخد كمية كبيرة السانية الكبيرة دي حطت فيها كمية مرة واحدة طبعا عشان تبقى عالية وتبقى معنا قطعة كده آآ فبنحطه كده فيها آآ وبعد كده هو هيدخل الفرن هو عبارة عن كل حاجة منستوي فيه آآ هو بقيله تشميع كده بنحط كده فلفل برده ومنقطع بديه طعم محل آآ والفرن بره هنا بقى عالسطح فنطلع كده نسوي فيه الفرن نشتغل وبقى حامي بنولع من تحته من الجنبين بيتشمع كده وبنسيبه يهدى عشان بعد كده يطلع معانا قطعة اهو ما شاء الله على الصينية خلاص كده تزبط طبعا منزبطين الملح والتوابل وكل حاجة في التعصيجة وفي الشربة وكل حاجة متزبطة آآ 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 الزفر اهو كانت تلفتي حمراته نحمره كده تحت الشواية بشوية صلصة كده وتوابل هو استوى على الاخر فعشان كده تفتح بس احنا بنحب سوى الحاجة كده يعني احنا بنحب الطيور بالزيت وبقى مستوية قوي منحباش تبقى جامدة او بتشد يعني بس هو استوى بقى بالزيادة ويد المحش استوى بس ساعة الغرف بقى من يجي نغرف وانا اغرب بقى ونحط سرافيس والنعمة السلطة والشربة والحاجات اللي هي تبقى جانب بقى خلصنا بقى الغدى نحبس بقى ونحبس بشوية شاي آآ لازم دي كده عدد وتقاليد لازم آآ بعد الاكل على طول هو كده يعني الشعب المصري معظمه معظمه بيحب الشاي آآ بعد الاكل هو يفضل ان هو يكون بعده بساعة او حاجة آآ وفيه ناس بتشربوا وبعده على طول دي بقى قاعدة كده بعد ما بنخلص الوقت بقى كلنا نقوم نتجمعين وبنوع بقى نتكلم ونحضر بقول لك الهدى سبعين مليون والزمائك تأتي المليون برضو كده هدى لان انت داني والله لو بتسألت معظم الشعب ده هتقولوا انت بتشاكع كرة كلها ما تشاجعش بك ما عرفش كرة ولا اهدى بقى زمائي فيش الهو الشباب اللي من دوله متحمسين من الله ما اعجب عاجة يا ري سيد الان اهدى لكون معاشة الالعشرة بتعريك الجنرال متح شامي طابعا احنا نحب انكون طبعا لا للتعاصر ولا للعام ونتمنى المباراة تخرج بالشره مشرفه للدولة العريقة المصرية نعم 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 طيبان هل عاشنا حيني ايه نعم 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 لا لا ده كان مسكن في الوم الحيث لا مربوط اللي هو الخطر ده مربوط عد 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 بسرعة كله خطر اه ده كان اخر النهار بقى بعد العصر فنزلنا بقى نروح الاراضي كده نحب كان نتمشى كان اولادي عايزين نروح وكده فاخدت اختي معايا اختي حكمة اولادي وروحنا بقى ورا الارض كده اخدنا معانا الليب وشوية حلويات وروحنا نتمشى في الخضرة الجميلة قلت اصور لكم عشان الناس الجميلة اللي بتحب برضو اه تصوير في الريف المصري وجولة كده في الخضرة والجمال اه فقلت بقى مش احرمكم بقى من حاجة اصور بقى معايا كده وانا متمشى الجو بصراحة ببقى جميل بزداد فيه غروب الشمس كده وقت الغروب ده كانت خلاص الساعة تقريبا اربعة اربعة وشوية كده يعني بقى على العصر اقل من ساعة فاتمشينا كده حيث الجو الجميل يعني بفتكر دايما ان قصدنا مرة في عصر يوم من ضحية نمشي على اقدامنا بين الجهات الخالية فاذا الحقول نديرات تسقى بماء مش عارفة اين المهم الدرس ده كنا اغضرهم من ابتداية من زمان جدا بس بصراحة بحب بقى جو الشتا ببقى حلو في الخضرة لان ببقى كل حاجة بقى البسلة بتلاقاها مزروعة كمان بقى الكرمب والخص والفول والحاجات الخضرة الجميلة والسبانخ كل الخضار ببقى شكل الزرع جميل بصراحة يعني هو هنا اللي بقى دلوقتي معظمه يعني برسيم بس في اماكن تانية وراحلقوا دلوقتي بيكون فاعل حاجات الخضرة الجميلة دي والاشجار بقى ده شغر صفصاف والتاني في عبل كده الطويل اول اغضر ده اسمه عبل ببقى حاجة شجر زينة يعني بس ببقى جميل هنا بصو الكرمب هو بس لسه صغير وخص وما بينه كده اللي هو البصل الاخضر بصو دي كده نخلة والشجر مع ان انا عايشة في الارياف بس لما بروح الاماكن دي فعلا بحس براحة كده نفسية حيصل الهواء النقي والجو الممتع وبحس ان انتو عندوك حق فعلا ان انتو بتحبوا الجو الريف المصري الجميل وتصوير فيه وكده يعني انا نفسي ببقى مستمتعة وانا بتجول كده فيه لاني مش بروح كتير طبعا ارجع وراء كده يعني بشوف او من بعيد مثلا انا ممشي هنا وهنا بس مش بروح كتير فما رحت كده ولوحد يقعد في وسط بقى الحقول والخضرة والجمال دي شجرة العبل اللي بقول لكم دي اسمه عبل كده بشجر جميل بصراحة الطبيعة حلوة جدا جدا وانتي قاعدة فيها كده وحاجة جميلة قوي قد النخل وكده فبصراحة انا بقول لكم ان الواحد بقول ان انتو عندوكو حق اا في ان انتو مستبدعين وكده ووقت بقى غروب الشمس والجمال اا دي كده عندنا ترعة اسمها ترعة كده وصلنا لبر التاني اا الناس بقى تبدأ تروح زي انا بقول لكم احنا كده قربنا عن مغرب فبدأ بقى اللي هما الفلاحين وكده اللي ببقوا مسلا ببقوا في الغيط بالعربية والبهايم والحاجات دي بعدو بيها بقى كده الوقت برجع وبقى في الوقت ده بس يا رب بقى تكون مستمتعتوا بالفيديو وانتواتوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتصالوا عن نبي وطولوا رايكو في الكومنتات بحبوكم في الله وشوفكم بعد خير فيديو جديد وسلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا لمشاهدة شكرا اشتركوا في القناة